اشتركوا في القناة ايضا الوضعية الاولى على عشر نقاط اذا هاي الوضعية الاولى والوضعية الثانية ايضا على عشر نقاط اذا وهي وضعية شاملة اذا نبدأ بالوضعية الاولى على بركة الله في اطار العمل الفوجي طلب الاستاذ من سلمة وزميلتها انجاز التركيب المبين في الوثيقة واحد اذا لدينا الوثيقة رقم واحد هذه هي الوثيقة رقم واحد اذا تتكون من مجموعة من العناصر المطلوب تعرف على العناصر المرقمة نبدأ بأول عنصر العنصر رقم واحد إذن ما هو مصباح كهربائي مصباح كهربائي العنصر رقم اثنان أين هو إذن هذا ما هو عمود كهربائي أو مولد كهربائي نسميه عمود كهربائي أو مولد كهربائي إذن عمود كهربائي أو يسمى مولد كهربائي نفس التسمية بطارية العنصر رقم ثلاثة قاطعة إذن قاطعة ما هو نوح هذه القاطعة هنا؟ قاطعة بسيطة إذن قاطعة بسيطة جيد العنصر أربعة الآن إذن العنصر أربعة يشير إلى أسلاك التوصيل إذن أسلاك التوصيل إذن أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة موضحا عليها جهة سيار كهربائي إذن سنقوم برسم مخطط نظامي للدارة السابقة نبدأ أولا بماذا؟ بالعمود كهربائي أو البطارية إذن الموجب إذن نلاحظ هنا الموجب هنا والسالب هنا إذن نقوم برسمها كما نلاحظها إذن الموجب هنا هكذا والسالب في هذا المكان ثم نقوم برسم سلك التوصيل ولكن بالمستارة من الأفضل بالمستارة المصباح من هذا المكان إذن نقوم هكذا برفع سلك التوصيل ثم نقوم برسم مصباح ضائرة في وسطها X ثم ماذا؟ ثم مقاطعة سلك التوصيل هذا هو والقاطعة تكون من هذا الشكل إذن بسيطة بها مربطين هكذا نرسمها مفتوحة أو مغلوقة نفس الشيء ثم سلك آخر يصل بين القاطعة وبين البطارية أو المولد كهربائي إذن البطارية هكذا الآن سنوضع عليها جهة تيار كهربائي بلون مغاير نستعمل لون مغاير إذن جهة تيار كهربائي تكون من الموجب نحو السالب بما أننا نريد أن نقوم برسم جهة تيار إذن من الأفضل أن تكون هذه القاطعة مغلقة حتى يسري التيار كهربائي حتى يسري التيار كهربائي إذن الاتجاه يكون هكذا من الموجب إذن بواسطة أسهم هكذا نحو القطب السالب وهذا خارج المولد ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه قامت تلمى باستبدال العنصر ثلاثة ببعض المواد الموجودة في الجدول التالي إذن العنصر رقم ثلاثة ما هو القاطعة قامت بالنسعة القاطعة وبدأت في كل مرة تضع عنصر من العنصر الآتية في هذا المكان إذن المواد يتوهج المصباح لا يتوهج المصباح أو المادة الزجاج وضعت في المرحلة الأولى وفي الحالة الأولى قطعة الزجاج هنا قطعة الزجاج هنا إذن الزجاج هل يتوهج المصباح أم لا يتوهج إذن لا يتوهج المصباح لماذا؟ لأن الزجاج عازي الكهربائي قطعة نحاس عبارة عن معدن وكل المعادن تنقل الثيار الكهربائي معناه ناقل التيار الكهربائي إذن يتواهج المصباح البلاستيك البلاستيك عازي الكهربائي لا يسمح بمرور التيار إذن لا يتواهج المصباح الفضة عبارة عن معدن وبالتالي ينقل التيار ناقل التيار الكهربائي إذن يتواهج المصباح السؤال الذي يليه الآن إذا كانت دلالة العمود كهربائي 9 فولت ودلالة المصباح 4.5 فولت كيف يشتغل المصباح؟ إذن الدلالة مثل البطارية هنا نجد الدلالة مكتوبة في هذا المكان هنا تكتب هنا وفي المصباح أيضا تكتب في هذا المكان معناه في الجزء المعدني من المصباح إذن العمود الكهربائي دلالته 9 فولت المصباح دلالته 1.5 فولت كيف يشتعل المصباح إذن بما أن العمود الكهربائي دلالته أكبر بكثير من دلالة المصباح إذن يكون اشتعال المصباح قوي أو توهج قوي إذن اشتعال قوي التعليل كيف نعلل؟ إذن التعليل نقول بأن دلالة العمود كهربائي أكبر بكثير من دلالة المصباح المصباح وهذا ممكن أن يؤدي إلى ماذا؟ ممكن أن يؤدي إلى احتراق المصباح ننتقل الآن إلى التمرين الثاني إذن الوضعية الثانية أنجزت فاطمة دارتين مختلفتين لإشعال مصباحين متماثلين دلالتهم 3.8 فورد معناها المصباحين متماثلين معناها لهم نفس الدلالة وهي 3.8 فورد بواسطة بطارية 4.5 فورد إذن البطارية دلالتها 4.5 فورد كما هو مبين في الشكل أدناه إذن لدينا الدارة الأولى الدارة الثانية ويختلفان في طريقة الربط لو نلاحظ يختلفان في طريقة ربط المصباحين وعد ما نوع الربط في كل دارة كيف يكون توهج المصباحين؟ إذن الدارة الأولى ما نوع الربط في الدارة الأولى؟ إذن نلاحظ أن المصباحين مربوطاني على التسلسل على التسلسل إذن تواهج ربط على التسلسل كيف يكون تواهج المصباحان؟ إذن في هذه الحالة يكون تواهج ضعيف أحدهما أضعف من الآخر إذن يكون تواهج المصباحان ضعيف معناه يكون أحدهما أضعف من الآخر الضالة الثانية ما نوع الربط؟ نلاحظ أن المصباحان مربوطان على التفرع أو على التوازي إذن ربط على التفرع كيف يكون تواهج المصباحان هنا؟ يكون تواهج عادي معناه كلاهما له نفس التواهج ويكون تواهج عادي يكون تواهج المصباحان عادي وهذا من محاسين الربط على التفرع إثنان ماذا يحدث لو نزعنا المصباح الواحد في كل دارة بعد غلق القاطعة على الليل إذن ماذا يحدث إذا قمنا بمصباح واحد في الربط على التسلسل إذن إذا قمنا بنزع مصباح واحد في دارة مربوطة على التسلسل ستصبح دارة مفتوحة وبالتالي لا يتوهج المصباح الثاني إذن ماذا يحدث في الدارة الأولى؟ لا يتوهج المصباح الثاني معناه إذا قمنا بنزع المصباح الأول علل لأنه تصبح دارة مفتوحة فلا ينتقل التيار كهربائي في كل الدارة معناها التيار يجد طريق مفتوحة هنا لأن المصباح عندما ينزع فتصبح دارة مفتوحة إذن لأنه تصبح دارة مفتوحة ولا يسل التيار كهربائي في كل الدارة الدارة الثانية الآن إذا قمنا بنزع مصباح من غمضه أو من مكانه يبقى المصباح الثاني متوهج إذن يبقى المصباح الثاني متوهج أفواً متوهج أو مشتعل لماذا؟ لأن التيار كهربائي في دارة مربوطة على التفرع يتفرع ما معنى يتفرع؟ جزء يذهب إلى المصباح الأول وجزء يذهب إلى المصباح الثاني بالرغم من نزع المصباح الأول فإن التيار يبقى يسري في المصباح الثاني وبالتالي يشتعل عادي لأن التيار الكهربائي يتوزع على المصباحين يتوزع على المصباحين بالتالي إذا قمنا بنزع أحدهما يبقى الثاني مشتعل ثالثاً أرسم مخطط نظامي لكل دارة مع تحديد اتجاه تير كهربائي أرسم مخطط داخل إطار إذن لدينا إطار أول إطار ثاني دارة الأولى نذهب إلى الدارة الأولى ونلاحظ جيداً عناصرها إذن دارة الأولى لدينا بطارية قاطعة مصباحين وأستكتوصيل إذن نقوم بربط أو بصنع دارة كهربائية موافقة للدارة الأولى إذن لدينا المصباح الأول لدينا المصباح الثاني نربوطان على التسلسل لدينا القاطعة هنا في الأسفل هكذا ولدينا مولد أو بطارية إذن من الأفضل أن نرسم الموجب من جهة القاطعة والسالي من هنا ثم نقوم بغلق الدارة اتجاه تير الآن كما قمنا به سابقاً من الموجب نحو ماذا؟ نحو الساليب هكذا الدارة الثانية الآن المصباح المربوطان على ماذا؟ على التفرع أو على التوازي إذن المصباح الأول هكذا المصباح الثاني هكذا نقوم بربطهما معاً هكذا ثم نقوم برسم ماذا؟ القاطعة أو البطارية إذن القاطعة أو نعم سأرسم القاطعة أولاً ثم البطارية بحيث يكون الموجب من جهة القاطعة والسالم من هنا ونقوم بوصله هكذا الآن بالنسبة للسيار كهربائي لاحظوا جيداً إذن السيار كهربائي يسري هكذا من الموجب ثم عندما يسر إلى هنا يجد طريقين إذن جزء منه يتفرع أو نصفه يتفرع ويسري بهذا الاتجاه والنصف الثاني يسري بهذا الاتجاه ثم يعود إلى القطب السالب معناها بالرغم من النزع مصباح واحد معناها حتى ولو ننزع مصباح واحد فإن المصباح الثاني يصيره طيار عادي أما هنا عندما نقوم بنزع مصباح فإن التيار يجد طريق مفتوح أي دارة مفتوحة ولا يسر إلى المصباح الثاني وبالتالي لا يتوهج إذن لهذا قلنا في الدارة الأولى لا يتوهج مصباح الثاني لأنه تصبح دارة مفتوحة وفي الدارة الثانية يبقى المصباح الثاني متوهج لأن التيار الكهربائي يتوزع على المصباحين يتوزع على المصباحين نتابع الآن إذن إذا وضعنا سلكا ناقلا بين مربطي المصباح الواحد الاثنى عفوا بين مربطي المصباح الاثنين في الدارة الثانية هذه هي الدارة الثانية لنفرض أن هذا الواحد وهذا الاثنان معناها مصباح واحد مصباح اثنين اذا لو اضعنا سلك الناقلة بين مربطي المصباح الاثنان اذا نأتي الى هذا المصباح الاثنان ونقوم بوضع سلك بين مربطي هكذا جيد ماذا يحدث في دارة كهربائية مربوطة على التفرع مثل هذه الدارة استقصار احد العناصر يؤدي الى استقصار البطارية او العمود الكهربائي وهذا يؤدي الى عدم اشتغال بقية العناصر اعيد اذا قمنا باستقصار احد العناصر في الربط على التفرع فان هذا يؤدي الى استقصار البطارية او العمود الكهربائي وهذا ما ينتج عنه توقف بقية العناصر عن الاشتغال وماذا سيحدث للبطارية اذا البطارية ستسخن ويعرضها ذلك للتلف البطارية تسخن ويعرضها ذلك للتلف عكس الربط على التسلسل إذا قمنا باستقصار أحد العناصر لا يتسبب ذلك بتوقف العناصر الأخرى معناه إذا وضعنا سلك هنا في هذا المصباح سيبقى المصباح الثاني يشتغل عادي والبطارية لا يحدث لها شيء إذن إذا وضعنا سلك ناقلا بين مربطة المصباح الثاني في دار الثانية ماذا يحدث إذن يتوقف المصباح الثاني عن العمل ويسخن العمود الكهربائي يسخن العمود الكهربائي وممكن أن يتلف كيف أن تسمى هذه الضارة إذن هذه الضارة تسمى دارة مستقصرة إذن دارة مستقصرة دارة مستقصرة وهي أن نقوم باستقصار عنصر من عناصرها بواسطة سلك ناقل كيف تتجنب أخطار هذا النوع من الضارات إذن حتى نتجنب أخطار هذا النوع من الضارات معنى الضارات مستقصرة أولا يجب علينا تغليف الأسلاك أو تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي إذن أولا ماذا نفعل؟ نقوم بوضع مصاهرات المصاهرات هي عبارة عن عناصر كهربائية بها سلك راقيق جدا إذا مر عبره تيار كبير مثل الذي يحدث هنا لأن هنا هذا الاستقصار سيؤدي إلى تفاع كبير في شدة تيار كهربائي سيحترق وين صاهر ذلك السلك الراقيق وبالتالي تصبح الدارة مفتوحة ونحمي بذلك العناصر إذن ماذا نقول هنا أيضا نقول وضع منصاهرات في الدارة الكهربائية في الدارة الكهربائية لحماية ماذا؟ لحماية العناصر أو الأجهزة نقول العناصر أو الأجهزة لأنه مصباح يعتبر جهاز لحماية الأجهزة هذا فيما يخص الدارة أيضا فيما يخص حماية المنازل من خطر التيار ماذا نفعل نقوم بتركيب قاطع كهربائي لحماية الإنسان يمكننا إضافته إذن تركيب قاطع كهربائي لحماية الإنسان لماذا لأن هذا قاطع كهربائي يقوم بقطع سيار كهربائي في كل المنزل عند الضرورة معناه عندما يحدث استقصار في المنزل معناه العنصر الأول والثاني متعلق بالدارة وهذا الثالث متعلق بدارة الكهربائية للمنازل إذن وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح واضح وبسيط ورابط هذا الموضوع سأضعه لكم أسفل هذا الفيديو حتى تتمكنوا من تحميله والمحاولة فيه ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته